عبد الرحمن من رأس الخيمة يقول هل يجوز لي أن أكتب القرآن مثلا بخط اليد يقول أنا حاب أني أكتب وأعرض على أولادي مثلا جزو عمه عبد الرحمن بارك الله فيك يجوز بشرط واحد يجوز للإنسان أن يكتب المصحف بخط يده أو يكتب أجزاء من المصحف بخط يده أو يكتب سور بخط يدي بشرط واحد وهو أن تكتبه على الرسم العثماني على الرسم العثماني وقد نصل إما على ذلك الإمام مالك والإمام أحمد والشافعي وجميع الأئمة قالوا يجب إذا أراد الشخص أن يكتب أن يخط المصحف يخط على الرسم العثماني ولا يجوز له أن يكتبه على خطه هو لماذا؟ لأن هذا الخط هو الذي أوقفنا الله عليه والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بأن يكتبوا هذا أن يكتب القرآن وكتبه الصحابة بهذا الرسم وبهذه الهيئة بارك الله فيك تقول لا أنا والله سأكتب لكن ما أستطيع التشكيل لا ما يجوز ولذلك حتى الآيات التي فيها مثلا أحيانا في بعض الآيات يحذف منها حرف الألف مثلا لا بد أن تكتب نفس الرسم العثماني فممكن تجيب المصحف أمامك وتكتب بنفس الخط والرسم العثماني بارك الله فيك أما قضية كتابة آية خاصة مثلا الطلاب في الامتحانات أو شخص مثلا موظف يكتب آية أو مثلا كذا هذا لا يلزم لا يلزم آية واحدة هذا لا يلزم ممكن تكتبها بخط لأن هذا لا يسمى الدفتر قرآن أما أنت ستكتب قرآن ولذلك يلزمك أن تكتب على الخط العثماني ترجمة نانسي قنقر